زيارة جديدة لوفد دولي إلى تعز يشير إلى حاجة هذه المدينة لمن ينتشلها من ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عليها رئيس اللجنة الدولية لصليب الأحمر بيتر ماورر ووفد مرافق له هو من زار المدينة واطلع على حجم الكارثة الإنسانية والجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الوفد التقى مسؤولين في السلطة المحلية وزاروا عددا من المنشآت الصحية والأحياء السكانية التي دمرتها حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تدهر الأوضاع الإنسانية هناك دفع المنظمات الدولية إلى معرفة ما تعانيه المدينة من عدم للخدمات الأساسية وتدهر النظام الصحي خاصة مع التفشي وباء الكوليرا ولعل المشهد العام للمدينة وبينظر مراقبين كفيل بإيصال الصورة المأساوية إلى الوفد الأممي لما من شأنه اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي لوقف ما تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تعز لكن في المقابل تتبادر إلى الأذهان تساؤلات عدة عن النتائج التي ستحققها الزيارة ومدى قدرة الوفد على إحداث تطور إيجابيا في المدينة المنهكة إذن تظل هذه الزيارة مهمة بالنسبة لتعز بشكل عام وإن لم تحقق ما يتطلع إليه أبناء المدينة على المدى القريب إلا أن ذلك بحاجة إلى بذل جهود كبيرة يستلزم من الحكومة الشرعية أن يكون لها دورا محوريا في خلق حالة من الاستقرار في المدينة وتوفير ما يمكن توفيره للسكان لمواجهة تبعات الحرب التي لم تتوقف بعد